موسيقى مساء الخير عاملين ايه؟ كل سنة وانتو طيبين النهاردة انا اتفاجأت مفاجأة يعني ما كنتش عاملة حسابي لكده خالص اوكي فكنت جاية كضيفة البرنامج واتفاجأت ان انا ان شاء الله هقدم البرنامج معاكم دكتورة ايمان سكين اخي ساوي صباط مليعب ان شاء الله هقدم البرنامج يلا نخس موضوع حلقتنا النهاردة الريجيم والرياضة يعني مشكلة العصر النهاردة انا عاوز اخس ومش عارف اخس طب اخس ازاي في مية طريقة بنشوفها عشان نخس في اللي بيمشي ورا الادوية او التجارب يعني مثلا اخد دواء كذا عاوز برشام كذا بتفرج على برامج كتير بيجي اعلانات كتير فلانا خست فلانا مش عارف ايه فبيخس شوية وبيرجع يتفاجئ بمشاكل كتيرة جدا زي مثلا ان انا تخنت تاني او ان انا حصلي ترهولات او طبعا مشاكل يعني بتسحبها امراض بيحصل ان انا اخس مثلا من اماكن انا مش عاوزها في طبعا سكة كده الناس اللي بتعمل عندنا طبعا الناس اللي بتعمل تجارب عشاب لا وصفات لا مش عارفه ولا انا خست دهنة زيت ايه وخست عليه دهنة كريم ايه وخست عليه وكتير من انا قوي بيهرب من فكرة ان انا ممكن ان العب رياضه تمام اصل الرياضه انا لما بلعب جسمي بيكسر اصلا انا لما بمارسها يوم واثنين ما بقدرش فبرجع ادخن اكتر اصلا انا لما وزني ينزل من على الدايت بس لما باكلش بس بنزل بسرعة قوي وبنزل عشرة كيلو انما لما بنزل من الدايت بنزل من الرياضه ما بنزلش او وزني بينزل الولاي الاوي اوي اوي فطبعا في لغباطة كتير عندنا وفي معلومات كتير عندنا غلط بسبب بعدنا عن ممارسة الرياضه طيب انا اصلا المفروض لو خست من غير رياضه بيحصل ايه سؤال بسيط جدا المفروض ان انا معظم ستات البيوت بتحب انها تنزل من غير رياضه بحيس ان انا هنزل بسرعة وانزل وزن بسرعة ممكن اعمل دايت كيميكال ممكن اعمل اي نوع دايت ينزلني وزن بسرعة نزلت اول اسبوع تاتة كيلو او اربعة كيلو في ناس بتنزل ستة كيلو تاني اسبوع نزلت تلاتة كيلو تلات اسبوع كذلك بس هتفاجئ ان انا هلاقي مقاسي مش نازل كتير وهلاقي تليفون ايوه 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 اسيا ايوه ازايك عاملة ايه معايك يا حبيبتي اه انا سمعك ازاي حضرتك مين حضرتك انت اللي متصله بقول ازاي حضرتك ايوه ازايك عاملة ايه اخبارك ايه الحمد لله حضرتك عاملة ايه تمام يا جميلة سؤالك ايه يا اسيا انا والدة بقالي تمام شهور قيصان تمام كان وزني سبعين كيلو يعني سبعين كم بيطنق كده وينزل يعني انا طري حلو يعني ولاية مع جسمي بس بعد ما ولدت تخنتي عشرين كيلو عشرين كيلو مش عارس اخذ انتي والدة بقالك قد ايه اسيا بقالي سبع شهور سبع شهور واتخنتي لعشرين كيلو دول بعد ما ولدتي على طول بعد الولادة على طول وبقى عندي كرش فظيع كرش فظيع تمام احنا عملنا تأهيل بعد الولادة ايه اسيا بتقولي عملت ايه تأهيل تأهيل عملت تامرينات بعد الولادة ما عملتش حاجة خالص تمام انتي عندي كم سنة جميلة عندي عشرين انت صغنن خالص اه تمام انت بتردعي طبعا اه بربع طبيعا ايه اكلك عامل ايه يعني انعها عاد يعني نہ بصوم يعني الل world بصوم اثنين وخميس وبيبا الياب العادية يعني باطول اللى هو الوة الاكل العادية طيب اللى هو هيلاكل العاادي يعني مسلا باكن كمية كرب ادي ايه واكله بروتيين يعني مسلا باكن العيش رز باكن بروتيين ادي ايه دainedةويل باشربها ادي ايه يعني انا هم انا انا مش هانكوا ونا مثلا بحتيبش لنفسي بس انا يعني باكن اللى هو العادية مثلا��itetه ممكن اكل Ab��라고 اه انا حاجة انديل ممكن ما افترش غير الضغر. اه. الغداء العشاء السوائل اللي بشربها التوي خلال اليوم. انا بشربش سوائل غير مية يعني بس. تمام. طيب يا اسيا تابعي معي وانا هقولك تعميلي ايه ان شاء الله. مبسوطة جدا ان انت كلمتيني حرمتي. تمام اه انا هجاوب اسيا بس ان احنا اه نتكلم احنا طبعا بنتكلم في نفس النقطة. اه. اللي هو ان انا بيكون غلط اه انا هكمل كلام يا جماعة وارجع اجاوبها معلش اه احنا اخر حاجة معلش كنت بتكلم فيها ايه. طيب اوكي. تمام تمام احنا اتكلمنا في ان انا لو انا بنزل من غير رياضة بتفاجئ ان انا بيحصل عندي سولولايت بيحصل عندي ترهولات بيحصل عندي حاجات كتيرة جدا. وكمان اه ما بنزلش في المقيس. تمام? طيب انا لما بلعب رياضة. الرياضة عندي بتزود نسبة المسلز في الجسم. نسبة العضلات في الجسم. تمام? اه انا لما نسبة العضلات عندي بتزيد نسبة الحرق الطبيعي كمان هتزيد. كمان شكل جسمي لما يعني النمط العضلي بتاعي وشكل جسمي بيبقى احسن كتير. تمام? طيب انا دلوقتي لو خسيت اه من غير رياضة. هل انا هبقى ضامن اه انا اه خاسس من اي منطقة? طبعا احنا عندنا اشكال اه او انماط اجسام مختلفة. زي اه عندي مثلا التفاحي. عندي كوميتري. عندي اه اللي هو الساعة الرملية طبعا ده افضل اه انواع الاجسام خصوصا لسيدات. اوكي. طب احنا ملحقنش. اهلو? اهلو? ايه نرمين ازايك? اهلو الحمد لله. لو انت سمحتك فت عايز اعرف الصومة المتقطعة. بينزل الكرشة ولا لا? الصيام المتقطعة? او. عيني يا حاضر. شكرا حبيبي. طيب انا عجاوب نرميني الاول لان انا المدخلات كده مش هلحق. كمان اه انا جاي متأخرة عن برنامج. اه الصيام المتقطعة او اي نوع دايت بينزل وزن. بس المفروض انا عاوز انا نزل منطقة معينة. اه المفروض بلعب رياضه. تمام? طبعا فيه غير رياضة بتبقى فيه تدخلات تانية زي الميدي ترابي زي اي اجهزة بتساعد على تنسيق القوام. انما انا لما بكلم في منطقة فيها اه نسبة سمنة او فيها سمنة موضعية. هنا على المفروض انا بدخل برنامج رياضي مقنن مخصص للمنطقة دي. وفي نفس الوقت اه بيبقى عاملة برنامج دايت. انا طبعا متفعة مع انواع كتير دايت. لانه هو الموضوع سعرات حرارية. تمام? في اه سيام متقطع في اه كيتو في اه لو كارب. في انواع كتير اجهزة من الدايت. وكلها بتقدي لنفس الغرض. بس تبقى المفروض مكننة. والجسم بعد فترة بيتعود عليها. انما انا المفروض الرياضة اللي همارسها هي اللي هتفرق معي. تمام? فانا لو اه عاوزي انزل اه كرشي او بطني. اه المفروض بعمل لنفسي برنامج رياضي يعني بعمل مثلا خطة كده ان انا اتمرن فيها. طبعا الحاجات الحلوة قوي للستات. اه وبتبقى لزيزة. وفي نفس الوقت بتجيب معهم نتيجة. عندي اه الا 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 وايك. عندي فيه لعبة حلوة جدا جدا. ستات كتير بتحب تلعبها لزومبا. اه في منها الفاتنس وفي منها التوننج ودي كلهم بتصنف اه 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 العاب هوائية يعني انها زي نشاط هوائي او تدريب هوائي ان انا بطمرن في وقت حوالي 45 دقيقة ان انا عوزة مثلا انقلعب بقى على بطني اعمل تمارين تقوية لعضلات البطن طبعا احنا تكلمنا في الاول ان العضلات لما بقوي العضلات رجل طيب اوكي معانا يا استاذ رجل السلام عليكم يا دكتورة عليكم السلام من اواري خناصة عجبارة دكتورة ربنا يخليك والله معاكي دكتورة معاك طبعا فريق الاعداد مختلف معاكي مرسي مختلف جدا والله فريق الاعداد برضو مرسي ربنا يخليك ربنا يبارك فيكم بصراحة انتوا بتوصلوا اصوات الخلافة والله دكتورة حضرتك عندك سؤال بيخص الدايت او الرياضة والله انا كنت اعملت عملية طبعا وقاعد في البيت سنة حوالي 58 سنة اتعمل كبشي جعمل عن المشكلة معايا تمام احنا بالنسبة يا جماعة الاوزان اللي هي بتبقى فيها زيادة وزن وبيبقى عندها سمنة يعني سمنة خصوصا السمنة الموضعية ولو عندها امراض مزمنة تمنحها ان هي بتمارس نشاط حرقي شاق مثلا او يعني زي انواع من الرياضة لشاق فانا بنصحهم بشقين اولا او هنقول ثلاث حاجات دايت متوازن تمام وكمان ان انا نشاط رياضي خفيف زي المشي المشي رياضة حلوة وبتحرق وليه فوقي كتير جدا وحاجة كمان ان انا ممكن ازور اخصائي سمنة ونحافة او اخصائي علاق طبيعي او طبيب خاص لي علاقة بالمجال السمنة ان انا فيه اساليب كتيرة النهاردة ووسائل كتيرة بتتدخل ان انا اعمل تنسيق قوام او ان انا اعالج المنطقة اللي فيها سمنة يعني ايه يعني انا مثلا عندي منطقة بتاعت البطن فيها سمنة انا ممكن اعمل عليها ميدي ترابي ممكن اعمل عليها كافتيشن فيه اساليب كتيرة جدا تناسب الناس اللي حركتها قليلة وعندها اي حاجة مزمنة تمنحها ان هي تمارس نشاط رياضي ام يوسف معينا ام يوسف ممكن توتي تليفون شوية ام يوسف اه بولك يا دكتور اتفضع لي انا ايا عناية اه دلوقتي انا عندي 27 سنة والد اربع اولاد 27 سنة اه ازاي ميش والد اربع اولاد والدهم كيسر ده انتي ولا بنتك يعني ده انتي بتخصي الكلام ده ليك انتي اه بكنا معي يعني بقولك والد اربع اولاد اوكي ميه ادي كده حاجة حلوه وتنسبك وتنسب كمان طبيعة حياتك تمام اشرب ميه كوبايتين ميه حلوين قوي حفتر فطار كويس مايبقاش فيه كارب كتير الكارب اللي هو عيش او يعني طبعا فطار بيبقى في عيش بس ممكن افتر بروتين زي البيت زي الجبنة القريش تمام ولو انا باشرب حاجة مشربهاش بعد الاكل على طول او مشربهاش فوسط الاكل زي الشاي والحاجات دي احاول اتعود ان انا اخرها شوية واتغدى في معاد ثابت زي الساعة اثنين وتعشى مثلا الساعة سبعة وفي الانبتفين يعني مثلا خلال الفطار والغدا والعشا اقدر اكل مثلا بعد كل ساعتين سمرت فكهة مثلا او نوع خضار اوكي وكمان ممكن اشرب زي الشاي الاخدر وممكن اشرب ارفة تمام برضو هتعلي الحرق ممكن اشرب مثلا لبون بالجنزبيل سخن بغليه كده ويبقى سخن جميل وفي نفس الوقت شوفي مثلا احنا لو بنطلع نشتغل او نطلع عند جارتنا او او نتمشى كل يوم نص ساعة تمام او الاسبوع نتمشى نص ساعة تاني اسبوع نخليها 45 دقيقة وبعد كده كلميني يقول لي يعني وصلتي لايه طيب احنا كده خلصنا تليفوناتنا انرجع تاني للي كنا منتكلم عليه طيب انا ايه مخاوفي من الرياضة فيه دايما الناس تقولك انا مثلا اه يعني مثلا انا لعبت مثلا رحت الجم وجيت وجسمي متكسر وقعت اسبوع جسمي متكسر وعضلاتي وي 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 طيب انا المفروض يعني انا مش متعودة ان انا لعب رياضة وباجي مرة واحدة بشتغل على العضلات جسمية فطبيعي يحصل عندي الام وتكسير في العظم وي 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 طيب هنرجع لاحلام هو تقريبا البرنامج فترة اسئلة مرشي يا روحي ربنا يخليك ربنا شكرا يا بابا باي حبيب طيب هنرجع تاني نتكلم في ان انا بيحصل لي زي تكسير في العضلات وبيحصل لي مشاكل بتخليني ابعد لا انا لما بلعب رياضة يعني في حاجات كده انا مش بهتمي بيها زي مثلا ان انا بعمل احماع او تسخين للجسم وكمان فكرة الكل دون او التهدئة او الاطالات اللي بتبقى في اخر التمرين دي بتخليني احس شوية ان انا ريلاكس بتهدي ضربات قلبي بتخليني جسمي يرجع لطبيعته وفي نفس الوقت ما بحسش بالتكسير بس طبيعي ان انا احس بالتكسير ده اول مرة او اول مرتين من الحاجات اللي بتخليني برضو احس احلى ان انا ممكن اخد شور صخن بعد الرياضة اه طيب انا برضو بهرب ليم التمرين لان انا دايما بتجه للجم بتجه للنادي بتجه لمش عارف ايه طيب احنا طبعا البرنامج هنا معظمه اللي بتابعوه ستة بيوت طبعا انا ست بيت ومش عارف اتابع هقولك على حاجة حلوة قوي في دلوقتي طبعا كل الناس بقت عندهم موبايلات قبل كيشان بتنزل على الموبايل بيوريكي مثلا برنامج اي روبيك بتمرينات عدد تمرينات بالتقرارات بتاعتها بالشدة بتاعتها بكل الحاجات دي فيه كمان انا ممكن ادخل على اليوتيوب اجيب حاجة حلوة خالص زي مثلا اي روبيك على ميوزيج واجي في قطي او في الصالة او زنبع او اي حاجة وابدأ اقلد الحركات بس قبل ما اقلدها هنعمل احمق وهنعمل كل دون ان شاء الله الحلقة الجاية هعرفكم مثلا هجب لكم كام فيديو كده نعمل احمق ازاي ونعمل كل دون ازاي وابدأ احط خطة تمام طيب انا ما عنديش اي حاجات متاحة اشغل نفسي بنفسي انا موسيقى واتحرك ارقص عادي مش عيب المهم ان انا اتحرك اي حركة بتتسمى رياضة طبعا بس بتختلف ان انا لو انا عايز عندي هدف معين عاوز انزل وزن معين عاوز ازبط شب بتاع جسمي ازود اماكن انزل اماكن انا حات اماكن ده بيبقى هدف بعمله وبتبقى برامج لها طبعا ناسها المفروض بتابع مع مدرب او بتابع مع اخصائي تغذية انما انا لو في العيدي بتابع اعرف اخد اكلي ازاي اتحرك ازاي ممكن ام عمر من اسكندرية اللي سلام عليكم ازاي حبيبتك يا دكتور الله يسلمك عملة اي حبيبتي انا الحمد لله طبعا تفدالي معيك انا معي عمل عنده سنتين ما شاء الله ودلوقتي انا حامل بس في الشهر التابع تمام وزدت اسماء الحملة او كده فانا عايز اعمل ريجين ينفع ريجين في الحامل عادي ولا بيبقى غلص طيب هجاوبك يا موامر هجاوبك حبيبتي مع السليم بس يا جماعة هو انا بس بعترض على فكرة ان الرجيم ده معناه ان انا بخس انا ممكن اعمل رجيم واتخن ممكن اعمل رجيم وازبط جسمي ممكن اعمل رجيم عشان شعري ممكن اعمل رجيم عشان بشرتي هو رجيم يعني لايت يعني نظام غذائي يعني روتين حياة انا ليه ما افطرش وتغدى وتعشى اكل صحي هلسي جميل ليه ما رائبش سعراتي الحرارية ليه ما عملش شرس مثلا سرش على ايه بمسلا فيه اكلات فيها سعرات حرارية عالية وايه اكلات فيها سعرات اقل ليه ما ادورش ان انا فيه مشروبات مثلا عندي حاجات بتعلي نسبة الحرق طيب احنا هنختم يا جماعة وكنت مبسوطة جدا بيكم وان شاء الله اشوفكم تاني قريب باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة